بسم الله الرحمن الرحيم في تجاوز تحديات ومصاعب السوق بإذن الله ولوجه الله تعالى كل ما أطلبه منك صديقي الكريم هو الاشتراك لهذه القناة ليأتيك إشعار بكل جديد نطرح والضغط على علامة اللايك لتقوية خوارزميات الفيديو بحيث يصل بسهولة للباحتين والمهتمين خلاسيما المبتديين منهم في عالم التداول والاستثمار قبل أن تصل إليهم مقاطع الاحتيال والنصب المنتشرة بكثرة للأسف في اليوتيوب أما الآن فننتقل إلى محتوى هذا الفيديو وبالله توفيق أخواتنا الكرام في هذا اللقاء بنتكلم عن اكتتاب شركة مياهنا اللي راح يبدأ الاكتتاب فيها بعد عدة أيام وكالعادة نبدأ من معلومات الاكتتاب طبعا رأس مال للشركة 160 مليون وتسعمل وثلاثين ألف عدد الأسهم 160 مليون وتسعمل وثلاثين ألف بمعنى أن القيمة الاسمية ريال واحد عدد الأسهم اللي راح تنقل إلى الاكتتاب 48 مليون وثلاثين ألف أي بنسبة 300% من المشبوع الكلي لعدد الأسهم الحد الأدنى اللي يمكن للفرد أن يكتتب فيه هو عشرة أسهم تاريخ ضد ونهاية الاكتتاب يوم الثلاثة واحد وعشرين مايو وانتيه اليوم الثاني اللي هو يوم الأربعات الان وعشرين مايو البلوك المستلمة هي البنك السعود الفرنسي وبنك الرياض معلومات الشركة اسم الشركة طبعا هي مياهنا تأسست في عام الفين وثمانية في الرياض تملكها شركة رؤية العالمية لاستثمار بالنسبة 100% هذا قبل الطرح ما بعد الطرح راح تنخفض النسبة إلى 70% أما الثلاثة في المئة الباقية راح تروح للجمهور تعود ملكية شركة رؤية العالمية اللي هي تملك شركة مياهنا إلى كل من عائلة عبدالقادر المهيدم بنسبة 50% وعائلة عبدالله بنيان بنسبة 50% طبعا لهذه الشركة اللي هي شركة مياهنا عدة شركات تابعة أولا شركة تطوير وتشغيل المدن الصناعية المحدودة تملكها بنسبة 100% وتملك أيضا شركة بيئة الجزيرة بنسبة 100% وتملك شركة إنتاج مياه الرياض بنسبة 100% وتملك شركة الشركاء الدوليين للمياه بنسبة 40% وتملك شركة الشركاء الدوليين الثانية للمياه بنسبة 35% وتملك شركة آراها للخدمات البيئية بنسبة 70% وتملك شركة الماء المستديم للخدمات البيئية بنسبة 70% عملاء الشركة الرئيسيين هم 1. شركة المياه الوطنية 2. الشركة السعودية لشركات المياه SWBC 3. المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 4. هيئة مدن 5. شركة أرامكو السعودية 6. الشركات الصناعية الخاصة طبعا عملها حقيقة من العيار الثقيل مشاريعها الأخيرة أو المشاريع التي فازت بها مؤخرا فازت بمشروع محطة معالجة مياه الصرف الصناعي في رأس تنورة مدة 25 سنة ويبدأ أثر هذا المحطة في يونيو 2026 بحوله أيضا المشروع الآخر هو محطة معالجة الصرف الصحي المستقلة في الحائر مدة 25 سنة يبدأ أثره في ديسمبر 2026 ميلاد أيضا هناك مشاريع أخرى تنوي الشركة تقديم مروض عليها في المستقبل تجدونها إن شاء الله في جدوى الرقم 11 وجدوى الـ 12 وجدوى الـ 13 من نشرة الأصدار يعني حمل نشرة الأصدار وأنتقل إلى هذه الجداول تحصل المشاريع اللي ناوي الشركة أن أتدخل فيها في المستقبل أيضا هناك احتمال أن أتتوسع خارج السعودية فقد حددت شركة عددا من مشاريع البناء وتملك والتشغيل والنقل لمحطات معالجة نياه الصرف الصحي المستقلة بثيمة إجمالية تتجاوز 10 مليار ريال سعودية في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة أوزباكستان ولكن إلى الآن لم يحدث شيء أو لم يتم توقيع على شيء ولكنها تعتزم بحول الله تقديم العروض على تلك المشاريع ننتقل إلى الحصة السوقية للشركة حسب بيانات 2022 والتي وردت في نشرة الأصدار بالنسبة لمحطات تنقية المياه الجوفية والسطحية ومياه الآبار المباشرة حصتها السوقية فيها 10% أما عن توزيع المياه في القطاع البلدي وجمع مياه الصرف الصحي ومعالجته حصتها 1% هذا على مستوى المملكة طبعا ثلاثة الإدارة والتشغيل والصيانة لمشاريع شركة المياه الوطنية 22% يعني هي مستحودة على 22% من عقود شركة المياه الوطنية معالجة مياه الصرف الصحي الصناعية وليست البلدية 26% حصتها السوقية أما إعادة استخدام مياه الصرف الصحي أو ما نسميه تدوير مياه الصرف الصحي فـ 6% بالنسبة لتوزيعات الأرباح قبل الاكتتاب وزعت الشركة في عام 2020 ما نسبته 57% من صاف الدخل أما في عام 2021 لم توزع الشركة أي أرباح بينما في عام 2022 وزعت الشركة مرسبته 39.9% من صافي الأرباح ما ندري هل ستوزع عن عام 2023 شيء أم لا الله العالم البيانات المالية للشركة إرادات الشركة حسب نتائج عام 2023 نمت من حوالي 276 مليون ريال في عام 2022 إلى حوالي 324 مليون ريال في عام 2023 وكانت نسبة التغير بلغت 17.5% أما صاف الدخل حسب نتائج عام 2023 فقد نمت أو قد نمى صاف الدخل من 50 مليون في عام 2022 إلى حوالي 56 مليون فاصلة سبعة ريال في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 13.2% أما ربحية الساهم حسب نتائج عام 2023 فقد ارتفعت من 31 هللة في عام 2022 إلى 35 هللة في عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 13.2% مهامش الربح الإجمالي حسب نتائج 2023 ارتفع ليصل إلى حوالي 34% للفترة الحالية مقابل 31% كانت في الفترة الماثلة أي في العام 2022 متوسط حقوق المساهمين حسب نتائج عام 2023 بلغت 392.853.000 ريال سعود النقد من الأنشطة التشغيلية حسب نتائج 2023 بلغت 132.060.000 للفترة الحالية مقابل 60 مليون فقط كانت في الفترة الماثلة في عام 2022 أما القيمة الدفترية للشركة فهي 2.4 ريال نأتي الآن إلى آخر فقرة من فقرات هذا اللقاء وهو السعر المناسب للطرح طبعا حسب ربحية السهم وحسب النمو المتوقع لربحية السهم فحسب مكرر السوق أتوقع سيكون سعر 6.96 ريال أما حسب مكرر القطاع فأتوقع أن يكون 13.86 ريال أما حسب معادلة جرهام فأتوقع أن يكون 4.69 ريال سعر مناسب والله والعالم في الختامة صلى الله لي ولكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة